ماذا كان عنده القايد صالح؟ كانت عنده جريدة يسمى أيدوغ لا تطبع إلا الفين أو ثلاثة نسخة وكلها هي عبادة للقايد صالح حطين زروا للثلاثة يكتبوا باش يتعبدوا بالقايد صالح وكانت تأخذ المليارات بلا حدود لو عدتم إلى اللايبات السابقة كنت ذكرت هذا الموضوع قبل سنة أو سنة ونصف وقلت أنهم ينهبون بلا حدود اليوم هم يعترفون بذلك إذن عن نجل القايد صالح عادل اللي عنده إيدوغ هذه أوقفوا عنه الإشهار وقالوا أنها عشرات المليارات أعطيت لا لكن مش هما فقط مش فقط لبلاد القايد صالح أربعين شخصية أربعين شخصا يمتلكون يكون جرائد بأسماء مستعارة من بينهم رابح ماجر وقف الإشهار هذه من جرائدهم يعني جرائد العصابة أعطوهم تعليمات رأي الجرائد هذه لا تنشر شيء إلا بتعليمات من عند الحنوشة انت عبدالغاني راشدي وانت الجماعي وبالحمر اللي راي يخدم عندهم كلمة خماس تصبح أرفع وقف الإشهارة عن جريدة نجل الراحل قايد صالح لأن مالكها لا علاقة له بالصحافة صح النوم حينما قال لكم الأحرار هذا كنتم تكذبون تقولون ها منينجات ما عندوش حتى خرجوا قال لك راهوا مسكين للقايد صالح ما كانش عندو حتى فيلا وراهم عطاولوا باعوا لبين قوسين فيلا فخمة انتعالي كان ساكنها ترطاق طردوا ترطاق لما سجنوا للقايد صالح واخداها وحبوا الآن يعطوها الوفيسياليزاسيون بسبعة عشر مليار والفيلا قل شيء تسوى بمئةين مليار قل شيء حسب المطالعين على الأسعار في الجزائر آلاف الميتارات مربعة في قلب العاصمة في أحد أرقى الأحياء سننحوهانهم هذه الفيلا و سننحوههم الشركات و سنتابعوهم و على الأرجح يسجنوهم لكنهم جايين تدرجا هذه جيتهم تدرجا لكن كما قلنا 40 شخص و ذكروا هذون فيها الشروق و فيها النهار و فيها هذو اللي زعم عندهم علاقة بالإعلام أما اللي ما عندهمش علاقة كلها هي ربعين شخص شفتوه الشعب كاين كاين ناس لما فرضت العصابة ربح ماجر على على الكيب ناسيونال على الفريق الوطني كانت نتائجه مخيبة جدا سعيد جابوا و فرضوا و أصحابه كلهم مع بعض لكن الشعب فرض عليهم أنهم يغيروه لأنهم خافوا من جماعة الإستاد جماعة الإستاد ممكن يقلبوها لهم وجماعة الإستاد للملاعب للشباب فرضوا بالماضي و عينا بالماضي فإذا بالماضي يصل إلى أنه يصبح بطل إفريقيا هذا ماجر كان يقول باللي ما نقدرش حتى نتأهله للدور الثاني وراهي موجودنا أنا لا أتابع الفوتبول لأنه أصبح أوبيوم أصبح دروغ و لم يعد فوتبول للأسف لكن مع ذلك عندما تتعلق القضايا بفريق الوطني هذا مهم لأنه فيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه اجتماع وفيه أشياء كثيرة عندما فرض الشعب الجزائري في الحالة هذه الشباب خاصة من يعتقدون أنه الكفأ هذا الكفأ قاد الفريق إلى الانتصار ولذلك قلنا أن الجيوش قيادة والمجتمعات قيادة والدول قيادة في الأصل كما تكونون يولى عليكم كذبة كبرى أخرجوها من السياقة فالحقيقة الأقرب إلى المنطق هو الناس على دين ملوكهم أو حكامهم أو أمرائهم أو رؤسائهم من يجرع على الفساد إذا صالح القائد؟ من يجرع؟ لا أحد لأنه يعرف إذا كان القائد صالحا مش القائد صالح إذا كان الرئيس الوزير المير الوالي كوميسار الجنرال صالحا فإنما تحته سيكون صالحا ومن لا يكون صالحا يتلقى العذاب الأشد العقوبات الأشد هذا موضوع سأعود له وبالتفاصيل خاصة الاعتراف من عندهم وسنعود متى ذكرنا لهم بل أنا عندي مقال مكتوب الإنجليزية منذ حوالي ثمان سنوات كنت أدليت فيه مع جريدة وموقع وكان بالمراسلة فكتبنا المقال وأرسلناه لهم سننشره لأنه لدينا فيه ملخص واش قلت يومها كيف يتحكمون في الجرائد الإشهار والبيبليسيتي أكبر الوسائل وما زالت تستخدم يا أخوان الحيمر ترى لكل المواقع والجرائد قال لهم عاونينا عاونكم بمعنى أنه ما يحدث الآن هو انتقام من الجناح الذي خسر المعركة ما هو محاولة شفافية كما يريدون أن يظهرها في إعلام إعلام الرونجيرس إعلام زجدورو إنما هو صراع الذي انتصر يكسر يهدم ينحي يسجن وربما يقتل كما هو قضية الجنار الأيمية اللي على الأرجح كان عينه القيد الصالح كقائد النحي العسكري الرابع خلفاً للهارب الذي كان يقود من ناحي العسكري الرابع قلونا ثاني هو ما هربش وكان يحضر فيه باش يكون قائد قوة برية وثم قائد أركان لكن هلك القيد الصالح قبل ذلك فمات عليمية على الأرجح أنه مات اغتيالاً بأنجيكسيو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر